أفادت القوات المسلحة في بيان لها بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرض الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرض التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران وجار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأعربت القوات المسلحة عن خالص التعازي لأصل المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين